اشتركوا في القناة متى أقول عن المضلعين المتشابهين إذا توفرت هذه الشروط إذا تحققت هذه الشروط أولا لهم نفس عدل أضلع يعني مربع ما مربع صغير ما كبير لاحظ أربع أضلع أربع أضلع الثنين الزوايا المتناظرة ومتساوية يعني كل زاوية وين في زيها في المربع الثاني لا تكون متساوية يعني نفس القياس لا تكون نفس القياس كل الزوايا تكون نفس القياس بالمربع الصغير أو كبير أو المثلاثة الصغير أو المثلاثة الكبير وفي زاوية اللي ناظرها اللي زيها في المثلثة نفس القياس ثلاثة الأضلاع المتناظرة متناسبة يعني أنه كل ظلع مع الظلع اللي زيه أقسم الصغير على الكبير أو كبير على الصغير إذا قسمت من نسبة هذه نسبة الطول الظلع تكون كلها نفس النسبة كلها نفس النسبة ها هي إذا توفرت هذه الشروط أعزائي الطلاب تكون حافظينها لهم نفس عبد الأضلاع الزوائي المتناظرة متساوية الأضلاع المتناظرة متناسبة شو معنا متناسبة يعني لها نفس مقياس الرسم أو معامل التشابه طيب خلينا أخذ مثال لشان نوضح قياب مثال أفضل شو معنى أنه الشكلين متشابهين حسب الشروط الثلاثة لازم تكونوا حاضين طيب في عندي مثلاثات اثنين مثلا مثلث مثل مربع مثلث هذا المثال مثلث هل الشكلان متشابهان هل الشكل هذا المثلث الصغير يشبه المثلث الكبير لازم تحقق الشروط الثلاث أول شرط للتشابه أنه يقول لي هل الشكل هذا يشبه الشكل الثلاثة هل الشكل واحد هذا شكل الثنين هل شكل واحد يشبهه شكل الثنين طيب أول شيء خلنا نعدل أضلع لاحظ أن المثلث الصغير على أضلعه ثلاث مثلث وهذا مثلث يعني بين الرسمة أنه المثلثات أكيد نفس عدل أضلع إذن التساوي في عدل أضلع نقول أضلع عددها متساوي هاي الشرط الأول الشرط الثاني لأن المثلثات اثنين مش مثلث مع مربع يعني مثلث مع مربع ما في تشابه لأنه يكون ثلاث أضلع أربعة أضلع لكن هون الأضلع متساوة عددها إذن أضلع عددها متساوي بسأل حالي السؤال الثاني الزوايا المتناظرة هل هي متساوية الشرط الثاني الزوايا المتناظرة طيب لاحظ الزاوي ألف الزاوي ألف في الشكل أي واحد وين لي ناظرها وين تناظر تناظرها الزاوية دال هل هي من المثلت نعم هنا نسلع نسلع نفس القياس إذن لاحظ أن قياس الزاوي ألف يساوي قياس الزاوية دال طيب خلنوخ الزاوية با الزاوية با عزيز الطالب هاي الزاوية با وين لي زيها تناظر اي زاوية زيها في الشكل الثاني ها هيا تناظرها اذا الزاوية با تناظر الزاوية ها هل لهم نفس القياس لاحظ حاط لي هون دائرة جوتها هاي اكس هون دائرة جوتها اكس يعني نفس القياس المخصوص فيها هون نعم قياس الزاوية با يساوي قياس الزاوية ها طيب شو ظهر الزاوية الأخيرة الزاوية جيم في الشكل الأول وين في زيها الزاوية زي هايش تناظرها هاي الزاوية هل نهى نفس القياس هل نحضي دائرة دائرة يعني نفس القياس إذا بقول الزاوية جيم تناظر الزاوية إيش واو وقياس الزاوية جيم يساوي قياس الزاوية إيش واو لاحظ الزواية المتناظرة طلع مع إيش متساوية في القياس إذن بس تنتج أنه الزواية المتناظرة متساوية في القياس في الشكل يم إذا نتحقق الشرط الثاني هذا الشرط الثاني تحقق ظل الشرط الأخير هل الأضلاع المتناظرة متناسبة كل ظلع وين زيه يناظره طيب خلق نشوف الظلع ألف با هذا الظلع ألف با في الشكل أول إذا رقم ثلاث هل الأضلاع المتناظرة متناسبة يعني نفس النسبة كلها إذا قسمت صغيرة على كبير مثلا طيب لاحظ الصغير ألف با الضلع الضلع ألف با وين فيه زيه بالشكل الثاني يناضر لازم يكون كل أضلاع النسبة نص لازم يطلع معي إذا ما طلع معي نفسهم كل النص بكل ثلاثية متشابهة تحققت الشروط كلها خلينا نطلع الظلع الثاني الظلع باجيم الظلع باجيم وين الباجيم يناظره زيه ها واو يناظر الظلع ها واو طب كميش النسبة؟ احنا اتفقنا على الصغيرة كبيرة خلاص كل هنا نقسم الصغيرة كبيرة 6 على 12 6 على 12 إذا كيش النسبة؟ نص لاحظة النسبة قديش؟ نص النسبة أو معامل التشابه طب ظل عندي أخر ظلع الظلع ألف جيم الظلع ألف جيم يناظر وين لي زيه؟ الظلع دال واو يناظر الظلع دال واو كيش النسبة؟ معاش على 24 ويساوي نص لاحظ عزيز الطالب كله نطلع نفس الجواب نص لازم نطلع معي كله نفس النسبة نص إذا شو بس تنتج؟ أن الأضلع المتناظرة لها نفس النسبة؟ الأضلع المتناظرة شمالها؟ متناسبة الأضلع المتناظرة كلها نفس النسبة متناسبة إذا تحقق الثلاث شروط تحقق الشرط أنه الزوايا المتناظرة نفس القياس تحقق الشرط الثاني أنه الأضلع المتناظرة متناسبة والشرط الثالث أصلا هو الأول هون نعطي أضلع نفسه إذن شو بقول؟ بقول المثلث ألف باجين يشبه هاي إشارة يشبه يشبه المثلث دال هاو إذن إشارة التشابه هاي إشارة زي المادة هاي هاي إشارة التشابه هاي إشارة شو؟ رمز التشابه طيب في موضوع نفس الدرس هالطبع التشابه بس ما له علاقة في التشابه خلين بس حطونا في الدرس خلين نأخذوا اللي هو التكافؤ التكافؤ إذن هذا موضوع مش نفس الدرس ما له علاقة في التشابه لكن هذا موضوع بفهمك شو معنى التكافؤ طيب معنى التكافؤ ما معنى التكافؤ؟ بقول المظلع سين يكافئ المظلع سين اثنين يعني في عيندي سين واحد مظلع سميته سين واحد مظلع سين اثنين مثل مربع مع مثلث مربع مع مربع مثلث مع مثلث متى بقول عنه متكافئات إذا كان لهما نفس المساحة والعكس صحيح والعكس صحيح إذن أي مظلعين لهما نفس المساحة متكافئات وإذا كان متكافئات أكيد لهم نفس المساحة إذن بدي أعرف أي مظلعين أي مظلعات إذا كان متكافئات أعرف أنهم نفس المساحة وإذا عرفت من نفس المساحة شو بقول عنهم متكافئات خلينا نحل السؤال مربع طول ظلعه 4 سنتي ومثلث طول قاعدته 8 وارتفاع المثلث 4 سنتي هل المظلعين متكافئين إذن شو يعني التكافؤ التكافؤ أنه يكون لهما لهم نفس المساحة نطلع مساحة المربع ما هي مساحة المربع؟ الظلع تربيع و يساوي الظلع 4 تربيع و يساوي 16 سم نطلع مساحة المثلث يساوي نص ضرب القاعدة 8 ضرب ارتفاع 4 و يساوي 16 سم لاحظ نفس المساحة مساحة المربع نفس مساحة المثلث إذا بقول المظلعان شمالهم؟ متكافئان المظلعان متكافئان وهو المطلوب إذا شمال التكافؤ؟ نفس المساحة بغض النظر عن مربع مع مثلث مثلث مع مربع إذا مش شرط للتشابه أن يكون لهما متكافئان ليس شرط لأنه مش رح يكون لهما نفس المساحة أصلاً فيه مثلث صغير مثلث كبير مش نفس المساحة مش كل شكلياً متشابهين لهم نفس المساحة طيب رحين أعطيكم بس مقدمة عن الدرس البعدي عن تشابه المثلثات رح نأخذ مقدمة عن الدرس البعدي والحصة البعديها إن شاء الله نكمل الدرسات شو معنا تشابه المثلثات؟ نفس الدرس السابق نقول أن المثلثين متشابهين عرفنا حال التشابه شرط التشابه إيش؟ اللي هو أنه الزوايا المتناظرة متساوي في القياس والأضلاع متناظرة ونفس عد الأضلاع طيب ليش أبحث في ثلاث أمور؟ الآن المثلثات رح أرتاح في شغلة في عندي حالات تشابه نقول أن المثلثين متشابهين إذا توفرت إحدى الحالات تشابه على الأقل يعني ما في داعي أدور على شروط التشابه كلها في المثلثات إذا تحققت إحدى الحالات شو هي حالات تشابه؟ إذا لقيت زاويتين متناظرات متطابقة نفس القياس بس وكفي زاويتين خلص المثلثات بقولها متشابهة يعني طبق عليها كل الشروط أو إذا لقيت أضلاع المتناظرة متناسبة بس يعني إذا كانت أضلاع المتناظرة متناسبة خلص المثلثات متشابهان إنهмуً تحقق شروط التشابه الأضلاع المتناسبة وتناسبة الزواية التعليم والزوايا متساوية إذا لقيت finished اضلاع المتناظرةwei متناسبة والزوايا متساوية او لقيت تناسب ضلعين وتطابق ضلعين محصورة بين الزلعين إذا لقيت فيه تناسب بين ظلعين في كل مثلث من هم مثلثة الثانية والзаوية يوجد من الزلة ومن ثلاثة الثانية هل بين الأظلاع سأقول بكينaw أن الثالثات متشابهة Processing تحققند الشروط التشابه كاملة أن الأظلاع متناظرة متناسبة والزوائر المتناسبة والزوائر متساوية في القياس هذه الحصة القادمة سوف نرام المحاولة الحالات الثلاثة ف� 선물ية سأكون هذه الحالات الثلاثة azi通貨 Kirk سأسموها حالات التشابه أعزائي الطلابة إن شاء الله الحصة القادمة رح نأخذ حالات التشابه ولا تنسوا تحلولي في عندي تحلولي واجب تدريب واجب تدريب 8.1 صفحة 118 والسؤال الثاني صفحة 120 تحلولي على درس التشابه والحصة الجاي رح إن شاء الله نكمل اللي هو تشابه المثلثات أعطيتكم نبدأ عنه والله أعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة